مملكة البحرين المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو التفاصيل مع الزميل يحيى العمري فنون شعبية بديعة جبلت عليها الأجيال انتزجت بتعدد أنواعها بطريقة فريدة ترتسم بها أصالة البحرين وإرثها الشعبي والثقافي تنيزت بها مملكة البحرين عن سائر الدول العربية إلى أن اعتلت به واعتلى بها هذا الإرث إلى سدة الفنون الشعبية العالمية وذلك بعد اختيار الشاعر والأديب البحريني علي عبدالله خليفة رئيسا للمنظمة الدولية للفن الشعبي للسنوات من 2017 وحتى 2020 بعد أن عمل في هذا المجال مع المنظمة لمدة 37 عام للعلم أن 2007 تأسس في البحرين المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإحنا أثبتنا من خلال الكفاءات البحرينية من خلال قيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثبتت كفاءة غير عادية فلفت نظر دول الاتحاد الأوروبي يعني استطعنا من خلال البحرين نأسس في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فروع للمنظمة لم تكن موجودة وأدرنا على مدى أربع سنوات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنجاح ولا تنسى أننا عندنا ثقل قوي علمي وهو إصدار مجلة علمية متخصصة بست لغات فوز مملكة البحرين برئاسة المنظمة الدولية للفن الشعبي يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها على المستوى العالمي بما تمتلكه من حضارة وتراث عريق وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات القديمة ومركز إشعاع للمعرفة والثقافة فقد انتخبت البحرين في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في مدينة برجامو الإيطالية في شهر نوفمبر الماضي بعد منافسة مع جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الفلبين وبمشاركة 163 دولة من حول العالم فوز البحرين يعني تمتخب لقيادة العالم في مجال التراث من خلال هذه المنظمة هذا العمل لم يكن صدفة ولم يكن ضربة حم وإنما كان نتيجة حسن التعامل مع الآخر يعني الطرح الفكري العميق المتبادل الشعوب الأخرى التي تتعامل معها من الدول وكيفية تبني صداقات وتبني علاقات مع العديد من دول العالم من خلال الأسلوب البحريني في التعامل مع الناس الدعم والاهتمام من قيادات مملكة البحرين على مر الأزمنة كان جليا فقد أثمر عن ذلك تميز الكفاءات البحرينية في تقديم البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بغنى وأصالة ثقافة البحرين الوطنية ودورها الريادي في احتضان العديد من فنون الشعوب الوافدة وتوطينها لتكون جزءا من الرؤية الحضارية التعددية في قبول الآخر والتعرف على ثقافة وشعوب العالم وتعريفهم بما اكتنزته البحرين على مر الزمان دور البحرين كنقطة ارتكاز بين الشرق والغرب واحتضانها لفنون شعبية من الجوار والبعيد من الهجرات الليات إلى البحرين من أفريقيا من آسيا من البلاد العربية إلى أي مدى استطاعت البحرين أن تحتضن فنون الشعوب الليات واستوطنت البحرين احتضنت الفنون مثل الليوة والطنبورة والهبان والجربة والكاسر كل هذه الفنون البحرين استقبلوها برحابة صدر ما رفضوها ما استنكروها وإنما وطنوها وأعادوا تشكيلها من جديد وصارت فنونهم مملكة البحرين اسم حفر بماء من ذهب في موتون المنظمة العالمية الثقافية فقد باتت اليوم من المساهمين الأوائل في تأسيس المنظمة الدولية للفن الشعبي وذلك منذ أن شاركت نخبة عالمية من أساتذة العلوم الإنسانية المهتمين بالتراث والثقافة الشعبية في إنشاء هذه المنظمة عام 1979 كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقوله كان أبي ها هي البحرين تضع يدها على تبة الثقافة الشعبية العالمية بعزيمة مثقفيها وأدبائها وعلى رأسهم الأستاذ علي عبدالله خليفة لتقول للعالم أجمع ها نحن ذا بإرثها الثقافي العريق وجموح غايتها نحو العلام يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين